أستاذ الدفري، ما الذي جعل الأغنية ضائعة بهذا المعنى؟ وإلى أي حد تتفق مع الفنين؟ هو دبها المشكلة لأي مجال من المجالات بش يمكن نعتبره بأنه قوي وقادر بش يواجه ويستمر كي يكون كتسفر له واحد مجموعة دي الشرط ودير الظروف أكيد المشكلة دي للفن المغربي وأنه في واحد المرحلة كانت الدولة كتدعمه بقوة مثلا في مرحلة ديال بروز الأغنية العصرية من خلال تسجيلات اللي كانت تقوم بها الإداعات الوطنية من خلال الحفلات صهارات وخلال إداعات والتلفزيون وكذلك حتى من القيمة ديال الدعم اللي كانت تتعطى للأغنية العصرية في واحد الوقت من بعد ظهرت ألوان غنائية أخرى تورتي أغاني ديال المجموعات هذه الأغاني ديال المجموعات لقات واحد الصدى والتجاوب من قبل فئات واسعة من الشعب الشعب دعمها منين دعمها الشعب ولقات واحد التجاوب طرت حتى المؤسسات الفنية سواء رسمية أو المحتضنين أنهم يدعموها لأنه فرضت القوة ديالها عند قاعدة جماعيرية منين الآن صبح اليوتيوب هو المقياس هو سيد الموقف صبح هو المقياس نعم ولين أمام مشكلة ديالتي لأنه منك تدخل اليوتيوب ونحن تضيع شنو هي الأغنية السائدة والرائجة نحن غير مؤخرا دبها دي واحد ثلاثة أو أربعة أيام كثير من الناس تضح أنهم يعرفوا واحد الشاب أمريكي كيغني الرب عنده عشرين سانة للإسم دياله XXX تنتايشن والتي توفى يعني تقتل في ميامي نتيجة الوحد الظروف اللي أعلنت عليها مؤخرا الشرطة الأمريكية وتضح بأن هذا المغني في السن ديال 18 سنة والله كيحقق واحد نتشار واسع وحد درجة لا تتصور عنده 18 سنة بالرب إذن هنا كاللاحظوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية علاقتها بالرب الآن حاليا هي علاقة ديال علاقة شعب ب مواقف إزاء الحياة ما الذي يتحكم إذن أستاذ دفري ما الذي يتحكم في هذه الاتجاهات هذه الحالية ما كيش دعم ما الذي يمكن أن يتحكم أنا دبا حاليا شنو قلت سي بدري أنا سمعت له الأغاني دياله فين سمعت هذا في اليوتيوب في اليوتيوب أي واحد الآن حاليا بإمكانه بشي يصبح منتج بإمكانيات لتكون بسيطة قدر إذا التكنولوجيا تتحكم هنا تأكيد نعم إذن إلا هنا الانتاج العمل الانتاج الانتاج الكلفة دياله المالية منخفضة منخفضة فين كان المشكل المشكل هو في النشط في الترويج في الترويج وباش يمكن أنك تصبح وجه معروف ومألوف باش يوليوا عندك الفانز ويولي عندك قائدة جماهيرية ويبقاوا يناديوا عليك في المهرجانات وفي الإداعات وفي التلفزيونات وليوتيوب وليو المعيار الواحد نعم أستاذ دفري في هذا التجاه ما دمت يعني أثرت إلى التكنولوجيا وبعد انهيار دعنا نقول حدود الزمن والمكان في هذا المشهد الفني ربما تحقق واحد تحقق واحد النقطة ديال الاختراق وديال التواصل بشكل بسيط جدا وسريع جدا حال الأغنية المغربية الحالية في هذا الاتجاه هذا الأغنية المغربية بقى حدود لا زمن ولا مكان الأغنية المغربية في اعتقادي المتواضع أنها هي موجودة وقائمة لماذا؟ بحكم أن هناك فنان مغربي أثبت وجوده الفنان المغربي هنا كلك أولا أثبت وجوده حاليا هنا كلك أثبت وجوده لا يهم شيء بش من طريقة أثبت وجوده لأنه يمكن إلى طرحتي سؤال آخر حول الجدواء والقيمة وحول الجودة كذلك هذا سؤال أنا أتكلم تثبت القيمة دياله كاين إقبال على الفنان المغربي في الحفلات في الأعراس في المناسبات في اللقاءات في المطاعم في المقاهي في حتى على المستوى كاين أغاني للناس يسمعوها وهم يتنقلوا إما في القطار أو في السيارة تاين موجود ولكن واش هاد الأغنية هي اللي يمكن نعتبرها تكون ممثل ديال الأغنية المغربية في المحافلة الدولية هذا شيء آخر هل يمكن أن يطمئننا هذا الكلام على واقع وحال الأغنية المغربية لا أنا تكلم فقط على سوق نعم والسوق ما يمكنك تعرف واش هو مطمئن إلا من خلال دراسة ديال الجدوى شنو هي الأعطار ديال الأغنية على الموج جامع واش هاد الأغنية كتساهم في البناء الشخصية الوطنية واش هاد الأغنية كتساهم في ارتقاء بالطوق وبالوعي الوطني إلى غير ذلك هذي أسئلة أخرى أما على المستوى الوجود الأغنية كاينة موجودة المغنيين نقدر نزيدك حاجة أخرى أنه الآن كين عدد كتير ديال المغنيين اللي هما موجودين في المغرب وما معرفو فينش وكي عانيوا الكتير وهذا ربما كي خلينا نطرحوا سؤال مسؤولية من فنان بدري كينين فنانين ولكن معلومش الأضواء كعودة مثلا غير الكلام نخلق الساد غيرهم مثلا والمشكلة اللي يوقع حاليا كين مجموعة من المطربين المغالبة هما معصرانين اللي حاولوا مثلا نيخدوا من الأغنية المغربية ودمجوها بمجموعة من المدارس اللي هي ماشية مغربية سواء خليجية أو مصرية ونجحوه والمشكلة اللي يوقع أصبحت تقليل الأعمى والمطربين أخرين بغيروا يديروا بحالهم هذا هو المشكلة يوقع ولكن دكت تقليل الأعمى فلنقعنا فلنماطية نعم ولا كل شي نفس نفس الكلام نفس الألحام نفس الكلام حتى نفس المقام الموسيقي نعم مثلا وهذا المقام ما كيش خصوصيات وهذا المقام مش مشكلة دي وأنه ما كيخليك تبدأ في التوزيع كتلعب على واحد المقام واحد ما كيش تخرج به كبشي مثلا من الكوردنا يعني كيخليك جوم الموسيقية كتشابه كلها تكرر ونماطية وهذا هو اللي يخلى شوية الأغنية المغربية كبتح شوية فتكرة